السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته القناة ترقى نحو الأفضل بإذن الله بالمطاول لكم ندوز مباشرة نعناوين هذه الحلقة قالبية المغاربة يرفضون تمديد الحجر الصحي ويصرخون بركة النسعية بزاف وتهلكت المغرب يرفض مبادرة السيسي ويتمسك باتفاق صخيرات لأي حل سياسي في ليبيا صحيفة إسبانية أربعة عوامل تكشف تخلي مدريد على البوليزاريو لصالح الرباط في قضية الصحراء دنيا باطما تطلق مبادرة مميزة لمكافحة كورونا والآن أترككم مع تفاصيل في الوقت الذي لم تحسن فيه مكونات الحكومة قرار تمديد فترة الحجر الصحي من عدمها في ذل احتدام النقاش بين مكونات الأغلبية الحكومية بشأن إمكانية التمديد لفترة ثالثة مع اقتراب أجال انتهاء المرحلة الثانية في العاشر من الشهر الجارية يعيش المغاربة على أعصابهم لأسيما بعد تسريب أخبار تفيد بتوجه الحكومة نحو الإبقاء على حالة الطوارئ والحجر الصحي وفي هذا السياق عبرت غالبية المغاربة عن رفضها لقرار التمديد لفترة ثالثة معللين موقفهم باستمرار خرق حالة الطوارئ الصحية واستمرار نزيف الإصابات في ذل عدم وجود لقاح لفيروس كورونا ويرى كثيرون أن من غير المنطقي أن يبقى المغرب على حالة الطوارئ الصحية في وقت عادت فيه دول عرفت وتعرف نسبة إصابات ووفيات مرتفعة جدا مقارنة بالمغرب بالإضافة إلى كون التمديد من شأنه أن يزيد من تعميق خسائر الاقتصاد الوطني ومعه الوضع المعيشي للمغاربة الفقراء والبسطاء على وجه الخصوص ناهيك عن المعاناة النفسية الشديدة للأسار المغربية والتي تقتضي نوعا من التنفيذ والحرية للتحرك في المجتمع بشكل طبيعي كما هو مألوف سابقا هذا واجتاح هاشتاغ لا للتمديد مواقع التواصل الاجتماعي مباشرة بعد تداول أنباء غير رسمية مفادها عزم الحكومة تمديد الحجر الصحي لأسبوعين إضافيين أو ثلاثة ويرى المعارضون للتمديد أن الحالة الوبائية بالمغرب قد تحسنت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة بل وأصبحت أفضل بكثير مما هو عليه الحال بعدد من الدول التي سمحت لمواطنيها بالعودة تدريجيا إلى نمط الحياة العادية بالرغم من أن بلدانهم لا زالت تسجل مئات حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بشكل يومي ويشير معارض التمديد إلى أن خبراء علم الفيروسات يؤكدون أن الوباء لن يختفي إلا بعد الوصول إلى لقاح وبالتالي فإن الوصول إلى صفر حالة لن يكون ممكن حتى وإن مدد العثماني الحجر الصحي وبالتالي فإن قرار التمدي لن يؤدي إلا لزيادة في المعاناة النفسية والاقتصادية والاجتماعية لملايين المغاربة هذا وينتظر المغاربة بفارغ السبر قرار الحكومة بخصوص رفع الحجر الصحي أو تمديده قبل ثلاثة أيام من تاريخ نهايته المرتقبة المغرب يرفض مبادرة السيسي ويتمسك باتفاق صخيرات لأي حل سياسي في ليبيا أبدى المغرب رفضه لأي اتفاق جديد يخص الأزمة الليبية معكدا أن الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية هو المرجعية الأساسية لأي حل سياسي في ليبيا جاء ذلك في اتصال أجراه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مع وزير الخارجية الليبية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة وأكد بوريطة أن اتفاق الصخيرات هو المرجعية لأي حل في ليبيا وبذلك تكون المملكة المغربية رافضة لمبادرة القاهرة التي أعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس من جانب واحد والتي دعمتها الإمارات والسعودية في حين تحفظت عليها الدول المغاربية وهي الجزائر وتونس وكذا المغرب هذا وأشارت الخارجية الليبية عبر بلاغ نشرته على صفحاتها الرسمية أن بوريطة تواصل مع وزير الخارجية الليبية لدعم مبادرة الصخيرات كحل سياسي واقعي كما اتفق الجانبان على ضرورة التنسيق والتشاور المستمرين بين البلدين وأكد وزير الخارجية الليبية محمد الطاهر سيالة أنه قد أطلع نظيره المغربي على آخر التطورات الميدانية والسياسية بعد تحرير قوات حكومة الوفاق مدينة طرهونة دون إراقة دماء وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن السبت عن مبادرة لحل الأزمة الليبية ستضمن إعلانا دستوريا وتفكيك الميليشيات وإعلان وقف لإطلاق النار وقال السيسي في مؤتمر صحفي مشارك عقده في القصر الرئاسي في القاهرة مع قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إن المبادرة ستكون ليبيا وتحمل اسم إعلان القاهرة وأضاف أن المبادرة تتضمن دعوة كل الأطراف لوقف لإطلاق النار في ليبيا اعتبارا من الثامن من الشهر الجاري واحترام الجهود والمبادرات الأممية بشأن ليبيا وإحياء المصاري السياسي لحل الأزمة الليبية ويأتي إطلاق المبادرة المصرية بتزامن مع تنفيذ قوات حكومة الوفاق الوطنية الليبية عملية لاستعادة مدينة سرت من القوات الموالية لحفتر وتسجيلها سلسلة انتصارات عسكرية خلال اليومين الماضيين ويبدو أن مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لن تجد أي ترحيب من الدول المغاربية بعد أن حثت القاهرة والإمارات بشكل مباشر خليفة حفتر على خيار العمل المسلح عوض المفاوضات السياسية طيلة الأشهر الماضية ورغم العديد من المبادرات الدولية كان آخرها اتفاق برلين الذي جاء بمخرجات الوقف الفوري للأعمال العسكرية وفتح باب الحوار بين الأطراف الليبية إلا أن القاهرة وأبوضبي دفعت حفتر إلى مواصلة اقتحام طارابلس قبل أن يعود السيسي لإعلان مبادرة القاهرة بعد الانهيار العسكري الكبير للميليشيات خليفة حفتر وخسارته للعديد من معاقلها حيث قوات الوفاق توجد حاليا على بعد كيلومترات من الدخول لمدينة سيرت والسيطرة على قاعدة الجفراء الاستراتيجية صحيفة إسبانية أربعة عوامل تكشف تخلي مذريدة على البوليزاريو لصالح الرباط في قضية الصحراء لا زالت عدد من الصحف الإسبانية تتعاطى مع قضية التحولات الجديدة في سياسة مدريد وميولاتها في قضية الصحراء المغربية إلى صالح الرباط خاصة بعد العديد من القرارات التي صدرت مؤخرا من مدريد والتي شكلت صدمات قوية لجبهة البوليزاريو وعززت موقف المغرب في قضيته المصيرية وحسب صحيفة تخيبونال لبغ في تقرير تحليلي بخصوص هذا الموضوع ذكر معد التقرير أربعة عوامل تكشف بجلاء المواقف الجديدة لإسبانيا تجاه قضية الصحراء المغربية وتظهر بوضوح مساندة إسبانيا لمقترح الحكم الذاتي وتضغط بذلك على جبهة البوليزاريو لقبول المقترح المغربية ووفق ذات المصدر فإن من أول وأبرز عوامل التحول الإسبانية في قضية الصحراء هو رفض وزارة الخارجية الإسبانية إدراج العالم السابع لجبهة البوليزاريو ضمن أعلام الدول الإفريقية في مقر وزارة الخارجية بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم إفريقيا في الخامس والعشرون من ماي الماضي العامل الثاني وفق ذات المصدر هو إلغاء إسبانيا الاعتراف بجوازات الصفر الدبلوماسية التي كانت تمنح لممثل جبهة البوليزاريو وتحويلها إلى وثائق للصفر فقط وبالتالي نفي صفة الرسمية وتمثيلية لأعضاء البوليزاريو الذين يدخلون التراب الإسبانية ويضيف التقرير العامل الثالث في واقعة استقبال أعضاء من حزب بوديموس المشارك في الحكومة لممثل جبهة البوليزاريو في وقت سابق الأمر الذي أجبر حكومة سانشيز لدفع بابلو إيجليسياس زعيم بوديموس إلى الاعتراف بأن السياسة الخارجية لإسبانيا تبقى مسألة سيادة للدولة وبالتالي اعتبر المحللون أن هذا إشارة من بوديموس عن التخلي عن دعم البوليزاريو وترك قضية الصحراء لحكومة سانشيز المساندة لمقترح الحكم الداتي أما العامل الرابع وفق الصحيفة الإسبانية يرجع إلى قرار المحكمة العليا الذي صدر مؤخرا والذي جاء فيه إسقاط قانون منح الجنسية الإسبانية لجميع الصحراويين المزدادين قبل الرابع عشر من نومبر 1875 باتبار أن الصحراء لم تكن جزءا من التراب الإسبانية وقالت الصحيفة الإسبانية في تقريرها بأن الحكومة الإسبانية الجديدة بقيادة سانشيز ترسل رسائل واضحة للجبهة وممثليها ومفادها بأن عليهم العودة إلى المغرب وتسوية ملفهم تحت مقترح الحكم الداتي الذي يبدو حلا معقولا من طرف المغرب دنيا بطمى تطلق مبادرة مميزة لمكافحة كورونا أطلقت المغنية دنيا بطمى مبادرة إنسانية لتوزيع الكمامات الطبية بشكل مجاني بالإضافة إلى التبرعات على المحتاجين وذلك لتقديم المساعدة في مكافحة فيروس كورونا المسجد ونشرت دنيا بطمى المثير للجدل صورا تظهر أفراد فريق العمل الذي جمعته لتولي مهمة توزيع الكمامات والتبرعات وعلقت عليها بدأت حملة التبرعات توزيع كمامات للوقاية من فيروس كورونا بالمجان اللهم ارفعوهن يا رب تستحقون الأفضل دائما وأتمنى أن تقبلوا منا هذه المبادرة البسيطة وتابعت شكرا لكل جنود الخفاء فريق العمل على المجهودات وشكر خاص لمعالي الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد بن جبر بن محمد آل الثاني على وقفتهم في هذه الأزمة والشكر موصول لإدارة أعمالي وزوجي في ميزان حسناتنا وحسناتكم يذكر أن دنيا باطمة كانت قد كشفت خلال الأسابيع الماضية عن حملها بمولودها الثانية ولم تكشف فيه عن جنس مولودها الجديد لافتة إلى أنها تشعر بأنها حامل بصبي وأنها تنوي أن تطلق عليه اسم تركيا إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الموجز شكرا على حسن المتابعة وإلى فيديو لاحق بإذن الله إلى اللقاء إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر